نكمل كلامنا مع التليفون مادام بوسينا صباح الخير مادام بوسينا صباح النور يا دكتور اهلا بيكي دكتور انا بقالي سنة متجوزة وفي السنة دي حصل حمل مرتين ونزل مرة في الاول ومرة في التاني اه وانا عندي غدة دراكية زايدة ولا ناقصة انا مروح لدكتور يقول لي ده بسبب الغدة الدراكية زايدة ولا ناقصة يا فن لا لا ناقصة من الزايدة ناقصة عملت اكساب مضادة بتاعت الجسم لا طب هردها لحضرتك تحت عمرك طبعا الاضطراب في الغدة الدراكية هو سبب اساسي في كل مشاكل التي تصاحب الانجاب والحمل يعني سواء انها تحمل او سواء انها الحمل يكمل سواء زيادة او نقصة في وظيفة الغدة الدراكية فبالتالي وظيفة الغدة الدراكية هي شيء مهم هي حجر اساسي في تحليل بتاعتنا في سواء في تأخر الانجاب او سواء في الفترة الاوانية الحمل لما بيبقى فيه اضطراب في الغدة الدراكية لازم نفكر ان احنا لازم نعمل الاجسام المضادة للغدة الدراكية طب الاضطراب ده زايد او ناقص اه لان ساعات عندنا الاجسام المضادة دي بتهاجم الغدة الدراكية فتؤثر على وظيفتها طب لو الغدة الدراكية وظيفتها عالية ليه حنعمل اجسام المضادة ساعات بيبتدي مع هجوم الاجسام المضادة على الغدة الدراكية بيحصل زي ريفلكس او نوع من انواع الدفاع من الغدة الدراكية فتزود الافرزات بتاعتها على عكس المتوقع لكن في النهاية حتنتهي القصة بيه ان الغدة الدراكية وظائفها قلت يبقى احنا في حالة زيادة او في حالة نقصان الغدة الدراكية لابد من اجراء التحاليل الخاصة بيه الاجسام المضادة للغدة الدراكية لانها غالبا هيبقى فيها مشكلة طب ايه قصة ايه فايدة هذه الاجسام المضادة غالبا مع اضطراب الاجسام دايما القصة بتبقى مرتبطة بص تلاقي السيدة اللي عندها مشكلة في الغدة الدراكية ابتدى يجيلها سكر في سنه صغير لان فيه اجسام مضادة حجمة البانكرياس وفي نفس الوقت السيدة دي عندها مشكلة مناعية قد تكون زي اللوبس او الزئبة الحامرة عندها مشكلة مناعية انها بيجيلها اجهاض متكرر قد ما يظهرش الكلام ده كله مع بعضه لكن اكتشافه بدري بيحللنا مشاكل في وجود مشكلة مع الغدة الدراكية فيه بالذات لو في حالة النقصان في وجود اجهاض مرتين متتابعين دي شكلها قصة عليها علاقة وطيدة بالمناع احنا كان دايما زمان بنعمل اللوبس انتكواجلنت والانتكاردولايبن دول مع السيدات اللي بنشكل عندهم اجهاض متكرر دلوقتي زودنا حاجات تانية بنسمع الحاجة اسمها انتي بيتا توجلايكو بروتين دول التلاتة دول بيبقوا مختصين بالانتكاردولايبن ومعد كده لازم معاهم الأجسام المضادة بتاعة الغدة الدراكية فيه أجسام مضادة كتير جدا بأسماء كتير جدا فيه حاجات نعرفها وفيه حاجات ما نعرفها فيه حاجات بتتعامل في مصر وحاجات ما بتتميش لكن احنا عندنا الأساسيات يبقى ده أول حاجة هنعملها التحيل حضرتك من النهار ده لازم بتدي الفوليك والأوميجا الفوليك بجرعة عالية قرصين على الأقل الأوميجا الأسبرين السيلينيوم لازم هناخد حقا مسائلة للدم في النص التاني من الدورة ومع مسبتات للحمل ونكمل بهذا دايما بيقول للسيدات اللي بيحصلها إجهاد بدري أنا بأفضل إن أنا أتابع طبويد وأحدد يوم الطبويد وبعد ما حدد يوم الطبويد أبتدي أقول لها هذا هو أفضل يوم للعلاقة خلاص إحنا تأكدنا إن حصل طبويد إن شاء الله نتمنى على الله إن يكون حصل حمل نبتدي بقى ناخد حقا المسيلة مع الأدوية المسبتة للحمل ونكمل أمور من الحاجات المهمة لازم نقولها أنا سيدات متقاش فاهمة أدوية المسبتة للحمل هو البروجسترون بجورة عالية من الحاجات التي تساعد على التحكم في المناعة وتساعد على إن إحنا نسيطر على الاتراب في المناعة من نعمة ربنا إن الحرمون البروجسترون اللي ما بيطلع مع الحمل ده ليه حاجة اسمها أميونو موديوليتر إحنا البيبي ده جزء غريب عني ليه جزء ما بيتعرفش عليه ويلفظه لأن فيه حاجة بتعمل بتخلي الجسم البيبي ده يستخبع عن الجسم من الحاجات اللي بتصبت مناعة الأم وتساعد على إن البيبي ينمو بدون ما يتعرف عليه جسم الأم من الشيء غريب هو هرمون البروجسترون فبالتالي أنا مابدين برة بيساعد في هذه القصة ربنا يا كرم حضرتك ونتمنى أنك تبلغينا إن شاء الله أن ربنا كرمك وإحنا تحت أمرك في أي سؤال في أي وعن ما بابدين بروجسترون